السلام عليكم لبنات الحدقات وكل متتبعي قناة شي وطفة نتمنىكم كاملين تكونوا مزيانين وبصحة جيدة اليوم ان شاء الله سوف نشارككم بالطريقة الحماتي الخبيز او البقولة كل واحد يقول لها نحن في الجهة الشرقية نقول لها الخبيزة وكل اللي يقول لها البقولة بجوش ديال الطرق الطريقة الاولى سوف نوريوها لكم كيفاش نطيبوها و ندرو لها لصوص ديالها كجيها الى ترافقوا بها اطباقكم الرئيسية كجي لديدة بزاف والطريقة الثانية سوف ندرو الخبيزة على طعام ديال القبح يلا تبعوا معايا اول حاجة الخبيز اللي سوف ندروها بلاصوص اخذينا هنا تقريبا 1 زجربات ديال الخبيز مغسولة وتقطعوها بحل تقطيعان تعل معدنوس ودرناها في طنجرة تعل ضغط سوف نحتاجوا معها كاس كبير ديال الماء زيت زيتون الكامون والملحة سوف نضيفها سوف نضيفها كاس الماء بالنسبة على الربطات الخبيز كاس الماء 1 تلت معلق زيتون ملقة صغيرة الكامون والملحة نضيفها سوف نضيفها نضيفها ونضيفها طيب نضيفها تقريبا 10 دقائق لها واجدة ونمشي ونوجدونها لاصوص ديالها بالنسبة لاصوص البنات اخذينا مقلة سوف نضيفها سوف نضيفها حمدين كذلك زوج الماء نضيفها معلقة كبيرة نضيفها 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 أحمر وفلفل أسود هذه المكونات من السلسة ونظر كيف سنصابها نضيف كل شيء ما يشتف في المقلة تماتيش نضيف القصبورو مع النوس تماما نضيف عليهم 1 جمع لقمتع زيتون نضيف عليهم نصف ملعقة من الفلفل أسود ملعقة صغيرة فلفل أحمر الملحة يعني يعني معلقة صغيرة جيدة الكامون نحضر رسالنا لن نضيف الملح في الخبيزة نضيف هذا المقلة على النار ونضيف كل شيء يجانس مع بعدياته حتى نحصل على صلصة يعني تطيب هذه الطماطيش مع ذوك المكونات وتقولي أنه صلصة جيدة والريحة طال عزوين والمعدنوس سوف نرى الخبيز كما نرى الخبيز نضيف الطابت 10 دقائق من الأول فضي الحبيت ضوقها ونقيتها تبقى فيها الماء وهي طابة ونرى DESP سوف نلقينا ونزلها من فوق هذه اللاصس اللي وجدنا ونخليوها من فوق النار 1-3 دقايق حتى هذه البقولة كتشربنا مزيان اللاصس ونبعد اخر حاجة كنضيف لها الزيتون كما قلت لكم اي نوع انتع الزيتون كتفضله انا اخذت الزيتون وقطعته كما اشتو قطعنا بهالطريقة سوف نديروا حتى تخليطها اخيرا وها هي البقولة بلاصس واجدة والديدة بزاف ما نحكيلكمش والطريقة انت حماتي زوينة بزاف نتمنى تجربوها وتردو علينا الخبار اما الطريقة الثانية هادي نديروها في الكسكاس اللي غادي تكون شنو هادي نديرو الخبيز على الطعام دي القمح ولا تقدرو بعيوة الطعام دي القمح تديرو تشيشة اول حاجة هادي ننصبو كنديرو في القدرة الخبيز تهنا درنزوج نتاع الربطات نتاع الخبيز مقطعة هادي نحتاجوا معها بصلاة كبيرة مش لده طويلة وثلاثة نتاع الفصوصا تعتم مقطعين عشوائيا ضفتهم على هاديك الخبيز في القدرة نضيفو لها حبة دي الطماطم مقشرة ومقطعة حتى هي شرائح نضيفوها لهم يعني وعندي واحد ثلاثة ديال المعالق نتاع القصبور ومعدنوس مخلطين يلا كان عندكم طريم الاحسن تديرو طريح نعدنا مجمد درنا واحد ثلاثة مالق نتاع الزيت عادية هادي نحتاجوا ملح زنجبيل خرقوم فلفل اسود و الفلفل احمر نديرو ملقة صغيرة نتاع سكين جبير للملح عينكم ميزانكم ملقة صغيرة ديال خرقوم البلدي نصف ملعقة من الفلفل اسود و ملعقة من الفلفل احمر و غادي نردهم على النار حتى يتشحروا مع بعضياتهم و كينزلوا مع بعضياتهم و يوليونا بهذا الشكل هذا من اللي كينزلوا هناي غادي نشوفو نديرو لهم معلقة كبيرة ديال الحلبة مرسولة معلقة ديال الحلبة هاد الخبيزة تقليدية كنو يديروها نستزمان بزاف و غادي نقدرو تقريبا واحد يطرو ديال الما يطرو ديال الما بالنسبة لجوش رباطي و بالنسبة للخضر غادي نستعملو اللفت المرة اللي قشرتها حماتي بهذا الشكل هذا صغيرة و غادي نخضرو كذلك بالفول مع هذا وقت الفول كيجي كي يحمق فيها البنات و تقدرو تستعملو حتى الكابوية الحمرة كجيزوينة في هالطابق هذا ضفنا اللفت المرة و نضيفو حتى الفول و نخليو هاد القدرة ديالنا كالطيب حتى كي طابولنا هذو الخضيرات و غادي جيكم أحسن أكلة تقليدية قديمة تصوفوها هائلة يعني كانوا يدروها ناس زمن بزاف و هاد الأكلات يعني ما كيتعوضوش دائما كان بغوا نتفكروهم كي يجيو لدادين هادي نخلي هاي طيب هنا عندي كسكسو ديال القمح هاد كسوسون تاع القمح راه كيتباع على البنات في الحوانت و كاين في الباكي يعني كاين بزاف قد تعوضوه بالشيشة كنت شاركتكم الخبيز بالشيشة اليوم بغينا نديرها بطعام تاع القمح كاتجي هائلة هاد كسكسون تاع القمح كي يحتاج غجوش تفويرات ما فيش الخدمة بزاف اول حاجة شنو كنديرو كتشدو هاد كسكسو ديال القمح كتغسله بالماء يعني كتنفخوه بالماء كامل تخويو عليه الماء عاد كتصفوه الى ما شريتوش في الحوانت غادي تشريوه عند صحاب الدقيق و اللي كيبيعو ذوك الحوائج راكي عندهم حتى بالعبار كي ما قلتلكم غادي نغطسه بالماء هاد الكسكسو الكيمياء اكيدك هتبقى على حسابكم انتوما نديروه الماء بهذا الشكل ونصفيوه في الكسكاس بحالي غادي نغسله ونخليوه يقطر في ذاك الكسكاس تينشف كي مشتوه حتى نشف من اللي نشف تقلبوه في واحد الكسعة ولا في اي ايناء نتقلبوه بهذا الطريقة هذي ونديرو له واحد زوج معالق نتعزيد الزيتون اي زوج معالق نتعزيد الزيتون نخلطوهم معه ندخلوهم يعني بحالي غادي نبسوه ندخلو ذيك الزيت مزيان في الطعب ونرجعوه الكسكاس ونديروه يدير التفويرة الاولى يدير التفويرة الاولى من فوق بعدها هادك القدرة اللي اني نصبناها يعني غادي تنصبوه في قدرة واحدة من اللي كي طلع معه البوخار هاكا تقريبا واحد عشرات دقيق ولا خمسة عشرين دقيقه نقلبوه بهذا الشكل هذا نعتادر حلا الدخان ونديرو له واحد نصف كاس تعل ما نفزقوه واحد نصف كاس تعل ما نحلوه ونخليه واحدة يشرب الماء ونقلبوه باش يدير التفويرة التانية والاخيرة نحلوه هاكا نخليوه حتى كي نشوف ما كتردوه اش تمتم كتخليوه كي يشربوه بذك الماء ونبعد كترجعوه يدير التفويرة التانية والاخيرة مده عشرات دقيق صافي وهوما الاطباق ديالنا واجده هادي نسجيو الكسكسون تعلقيمح كي مشتوه درنا كسكسو في الطبسي وهادي الخبيزة اللي درناها بلاسوس كجي هائلة ولديدة بزاف وهاد كسكسو غادي نحطوه عليه هاديك البقولة اللي طيبنا بالخضره ويا سلام شاعد نقول لكم هاد اللدة اللي كيعجبوهم هكا اطباق زبان يقولوا هالي في التعليقات يعني شي حاجة اللي رائعة خاصة في هاد الفصل انتع الشتاء وهذا هو وقت البقولة ووقت الخبيز يعني متوفرة وبكثرة نتمنى يعجبوكم هادو اطباق شاركتهم معاكم بالطريقة انتع حماتي يعني هي كيفاش كتصاوبهم كي يجي ولدد بزاف ونتمنى تكونوا تديتو هكا معلومات وتجربوهم وتردوا علينا الخبار الى عجبكم هاد الفيديو وحبيباتي وعجبوكم هاد الاطباق التقليدية قولوها لي في التعليقات وما تبخلوش علي بلاي لايك ديالكم وكلامكم الرائع كذلك اللي الجديدة في القناة نرحب بها ونقولها متنسيش تبارتاجي الفيديو معالي عزيز عليك متنسيش كذلك تفعلوا الجرس الصغير باش توصلوا بجديد الوصفات خليتكم على خير انتلقاوا في الفيديو الجاي ان شاء الله ودائما مع شي وصفة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة